السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع مراجعة وتمارين في هذه العطلة في اللغة العربية لتلميسنا ثلثة ابتدائي باش ما ننساوش ونبقوا دائما متكرين دروس لرجعناهم نبدأ على بركة الله في اللغة العربية لاحظ معي تقنف الكلمات إلى اسم فعل عندنا الظهور إلى قطة ذهب طبيب في قلم يكتب كتاب يرسم على مصر من سنصنفها إلى اسم فعل حرف الكلمة الأولى الظهور هل هي فعل هل هي حرف إنها اسم سنكتبها اسم الظهور إلى هل هي فعل هل هي اسم إنها حرف إلى عندنا قطة عندنا قطة اسم حيوان قطة هي اسم قطة قطة عندنا ينتهي بالتنوين ينتهي بالتنوين عندنا من حرف هنا صنفنا الاسم والفعل والحرف التمرين الثاني لون الكلمات الاسم هذه الكلمات الاسم نلونه بالأحمر والفعل بالأخضر عندنا ولد اسم نلونه بالأحمر الاسم نلونه بالأحمر أفغان اسم بالأحمر والفعل بالأخضر فيه هو حرف لا نلونه يذهب هو فعل إذن نلونه بالأخضر فعل مضارع عندنا قراءة فعل نلونه بالأخضر علام اسم نلونه بالأحمر المعلم اسم نلونه بالأحمر التمر الثالث لاحظ معي فخطا تحت الكلمة المناسبة ذهب أحمد إلى في المدرسة أي كلمة تصلح أن تكون حرف لهذه الجملة ذهب أحمد إلى المدرسة إذن سنضع خطا تحت إلى المدرسة ولا تصلح ذهب أحمد في المدرسة لا تصلح رأى باسم وردة إلى الحديقة أم في الحديقة رأى باسم وردة سنسطر تحت حرف جر في في الحديقة يعيش السمك في الماء نقول يعيش في الماء ولا يعيش إلى الماء رجع الولد من المدرسة سنسطر على من وليس في المدرسة أحب أن أذهب من المدرسة أو أحب أن أذهب إلى المدرسة سنسطر على إلى المدرسة ننتقل إلى التمرين الرابع أختر الجواب الصحيح بين قوسين لاحظ معي عندي هنا حرف الجر سنضع الحرف الجر المناسب مكان النقاط ذهب باسم في المدرسة أو إلى المدرسة نقول ذهب باسم إلى المدرسة إلى المدرسة وقف العصفور في الشجرة أو على الشجرة أو إلى الشجرة نضع حرف جر على جلس الولد في الفصل في الفصل نضع حرف جر في التمرين الخامس اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين ماذا نضع؟ هذا طفل نضع هذا هذا طفل سنضعها مكان النقر معلمون هل نقول هذا معلمون؟ هل نقول هذه معلمون؟ هل نقول هؤلاء معلمون؟ سنضع هؤلاء معلمون حديقة ماذا نقول؟ هذا حديقة لا تصلح نقول هذه حديقة نضع هذه حديقة عندنا الاسم والفعل والحرف لعبا هو فعل سنكتبه في خانة الفعل على حرف على حرف تفاحة اسم تفاحة نظارة اسم نظارة عندنا يأكل فعل يأكل فعل في حرف مع حرف ننتقل إلى سؤال آخر لاحظ معي اقرأ الفقرة التالية بتامع ثم صنف الكلمات المنتهية بالتاء في الجدول الموالي عندنا كلمة تنتهي بتاء الفعل كلمة تنتهي بتاء الاسم عندي عادة سمية للبيت سنضع الكلمات التي تنتهي بالفعل عندنا عادة كلمة تنتهي بتاء الفعل عادة لاحظ هذه تاء الفعل عادة سمية هذه تاء مربوطة معناها تاء الاسم سمية للبيت للبيت تاء الاسم للبيت عادة سمية للبيت مساء فوجدت تاء الفعل سنضع الفعل وجد فوجدت معها تاء الفعل خالتها حلت حلت تاء الفعل ضيفة تاء مربوطة تاء الاسم ضيفة عليهم فقالت تاء الفعل لها الخالة الخالة تاء الاسم تاء المربوطة لقد أحضرت لكي قصصا لقد أحضرت هو تاء الفعل ممتعة تاء الاسم فقالت تاء الفعل الأخت تاء الاسم الصغرى وأنا يا خالتي فأجابتها الخالة الخالة بالتاء المربوطة تاء الاسم لقد أحضرت أيضا أحضرت مكررة تاء الفعل لكي دمية ناطقة دمية ناطقة نضعها هنا بالتاء الاسم تاء المربوطة هذه هي تاء الاسم وتاء الفعل نصنفهم في الجدوى نقرأ هذه الفقرة ونصنفهم عندنا هنا أربط الكلمات التالية بعلامتها ثم بنوعها عندنا البنت هي اسم لأنها بالألف واللام وهي البنت تاء البنت التعريف البنت خرجت هي فعل تاء الفعل نربط في تاء الفعل لعبة الزمن الماضي فعل في الزمن الماضي سلة تاء المربوطة عجل التنويع لعبة فعل سلة اسم عجل اسم رح تربطوا هكذا ننتقل تمرين أخر أربط الكلمة أربط الكلمة بتائها عندي عاجلة ماذا نضع تاء المربوطة عاجلات ورقات نضع التاء المفتوحة نسمات تاء مفتوحة صوت تاء مفتوحة لأنه اسم مفرط الذي عندنا قوت تاء مفتوحة جائعات تاء مفتوحة لأنه جمع مؤنث سالم غريبة تاء مربوط رح نربط هكذا ننتقل التمرين آخر غائبة جمع تاء ماذا غائبة نوعه جمع مؤنث سالم فائز فائز جمع نوعه جمع مذكر سان حكام حكام نوعه جمع تكسير شهاب شهب نوعه جمع تكسير حبات 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 جمع مؤنث سان فلاح فلاحون جمع مذكر سان مذكر هنا مؤنث مؤنث تمرين آخر 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 أصنف الأفعال الآتية في الجدول وألوين علامة المضارعة لاحظ صب فعل ماض نصنف مع الفعل الماضي تعب فعل ماضي نتسلم مضارع نتسلم نون يؤدي فعل مضارع قل فعل أمر أكل فعل ماضي أخرج فعل ماضي نام فعل ماضي حافظ فعل أمر حافظ يابس فعل ماضي يشري يشري فعل مضارع مضارع يسير استقبلت فعل ماض يستقبل تشبه فعل محظرة يحظر حول نها الفعل المضارع كانت هذه مراجعة في المزال الآخر عندي أربط عندنا الغراب بائع نامير محمد مفتاح معلمة دلو اسم إنسان عندنا محمد نربطه عندنا معلمة اسم حيوان عندنا الغراب عندنا نامير اسم شيء عندنا مفتاح عندنا دلو اسم إنسان أيضا بائع هنا أربطنا هنا أصنف في الجدول أصنف في الجدول أيضا فارحة ونرح هنا بحث إلى المفرد عندنا الولد هو مفرد عندنا عجائز جمال عندنا شجيرات جمع عندنا كتابان بنت مفرد مؤنف سلما مفرد ناشطون جمع عندنا نبع مفرد رسائل جمع عندنا فائزون جمع دروها هنا يسبيحون ماشيا